اشتركوا في القناة في الشرق الأوسط اليمن أن الحكومة اليمنية مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيق تطلعات الشعب في السلام والأمن والازدهار لكن ذلك لا يمكن له أن يتحقق ما لم تجنح مليشيات الحوثي للسلام وتقدم التنازلات الحقيقية من أجل مستقبل اليمن وأبنائه لافتا إلى أن الحكومة قدمت من أجل سيرها في هذا الطريق المليء بالتحديات التي تضعها المليشيات الحوثية الكثيرة من التنازلات بهدف رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء الحرب التي فرضت المليشيات الإرهابية الحوثية التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز اللجنة العسكرية الوزارية المكلفة بالاطلاع على أوضاع الجيش برئاسة الواء الركن علي محمد منصور الفضلي نائب رئيس هيئة الإسناد الجسي وطلع رئيس هيئة الأركان خلال اللقاء على مخرجات التقرير المرفوع من قبل اللجنة العسكرية الوزارية الذي يحتوي على تقييم الأداء وربط فروع القوات المسلحة بجميع جوانبها اللجسية والعملياتية والبشرية العمل كمنظومة واحدة تحت قيادة واحدة مثلة بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ورفعت اللجنة العسكرية لرئيس هيئة الأركان ملفات لمتطلبات المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة أحبط الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية أربع هجمات نفذتها مليشات الحوثي الإنقلابية في جبهات مأرب والجوف والحديدة وقال مصدر عسكري لقوات الجيش تصدت لهجوم شنة المليشة الحوثية على مواقع عسكرية في جباتي العلم وريان شرق حزم الجوف أضافت أنه أضاف شنة المليشة الحوثية هجوما واسعا تحت غطاء ناري المكثف على مواقع لقواتنا في محور حيس بالحديدة إلا أن أبطالنا كانوا لها بالمرصاد حيث تصدوا لها ببسالة وأجبروها على التراجع والفراغ أصيبت مرأة النا خمسينية بطلق ناري في رأسها طلقتها مليشات الحوثي الإرهابية في مدينة تعز وقالت مصادر محليا أن المواطنة توحيدة محمد الجنيد التي تبلغ من العمر خمسين عاما من سكان حي أصيفرة أصيبت بإصابة بليغة في رأسها برصاصق الناص الحوثي وأضافت أن حالة المريضة صعبة وترقد حاليا بالعناة المركزة في مستشفى الروضة بمدينة تعز يأتي ذلك ضمن خروقات مليشات الحوثي الإرهابية للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري الخبر الأخير فادت مصادر محلية في محافظة أب بأن المليشة الحوثية أغلقت بشكل تعسفية العشرات من المحال والأسواق التجارية وذلك في سياق حملة ابتزاز وجباية جديدة نفذت المليشة منذ مطرع رمضان المبارك وأطالت على مدى أسبوعين من تبقى من منتسبي القطاع التجاري في المحافظة وذكرت مصادر محلية أن المليشيات أطلقت منذ أول رمضان العنان لأتباعها ومشرفيها لتكثيف حملات النهب والتعسف والإغلاق بحق العشرات من المراكز والمحال والأسواق التجارية وبعت الأرصفة بغية جمع مزيد من الأموال تحت تسميات عدة يتصدرها دعم القوات الصاروخية والطيران المسير المفخخ نهاية المجهزة أشكركم مطيبة المتابعة للقاء ترجمة نانسي قنقر